انا انا هقول لحضرتك واستاذ شاز لقاعك جنبنا اهوي يسعى اللاح المعلومة لو بقول كلام غلط اكيد غلط اهو طب فيه غرس حتى زوم الهاتف مهم فيه اه رجالة بتقول انا برجع من الشغل عندي ضغوط في الشغل مش قادر اتكلم راجع البيت عايز اتغدى عايز ارتاح عايز اشوف لو عندي حاجة حضارها للشغل عايز انزل اشوف صحابي اه فانا مش قادر كمان يبقى فيه مشاكل في البيت اسمع مشاكل في البيت او هو مش قادر يسمع اي نقاش او حتى اي كلام في اطار يعني التجازه باطراف الحديث ده غلط كبير بقى عند نسبة كبيرة من الرجال يعني انه هو شايف ان البيت للراحة فقط والعمل للعمل لا انت عندك مهمة تانية او اعمال اخرى تقوم بها داخل المنزل حل مشاكل الاسرة ومتابعة شؤون الاسرة ده عمل برضو حضرتك المفروض تقوم به يعني مكان الراحة البيت مكان للراحة لكن مرتبط بزمان معين انت بتنم من الساعة عشرة مثلا بالليل لحد الساعة ستة الصبح ده وقت الراحة بتاعك لكن انت ممكن تبقى موجود قبل عشرة بتتابع مشاكل البيت بتحل مشاكل الاسرة يعني انت فيه فكرة كده عند بعض الرجال انه لما يوصل البيت مش عايز حد يكلمه مش عايز يعمل حاجة لان البيت عنده ارتبط بان هو ده مكان الراحة لا حضرتك رب اسرة مسؤول عن هذه الاسرة بتتابع هذه الاسرة طبعا ده ضمن مسؤوليات ده دور حضرتك ده عمل بتقوم به عملك داخل الاسرة فتقدم اهمك ده الاول وبعد كده تبحث عن الراحة في وقت محدد مش كل الوقت اللي بتقضيف البيت هو وقت للراحة هم المترجم للقناة